اشتركوا في القناة فكم حصل من العشق والنحل في الأجساد عقوبة من الديان لأنها فرغت من غير الله وملئت بما سواه جل في علاه والله ليس هذا الحب الحقيقي والله ليس هذا الحب الحقيقي والله لا تستحق الدموع أن تخرج لمن ستأكل الديدان أعينهم وخدودهم لمن تخرج الأبوال والحي من أقبالهم وأدبارهم رجالاً ونساءاً وهذه القصة يقصها أحد مدراء السجون وقد قدم ورقة استقالته فقال له أحد الدعاة إلى الله كيف تستقل قد نفع الله بك الرجال والنساء قال قد سلمت إلى السياف الذي يقص الرقاب ثلاثين رأس رجل امرأة آخر امرأة هي سوء استقالتي تزوج رجل مترف امرأة مترفة وكان رجلاً ديوثاً لا يبالي أن تصافح امرأته هو أي رجل ابن عم أخوه ألحموا الموت ألحموا الموت ألحموا الموت أو تضم أو تركب الديوث لا يرح رائحة الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لأن يضع أحدكم في يده المغزل خير من أن يضع يده في يد امرأة وفي رواية في رأسه والتقي النقي من قال قلبي وإيماني وما علم أن حتى نفاقه في قلبه وزندغته وكفره فلا حجة لك أن تشير إلى قلبك مدى انظارك غير الصلاح وتصافح تقول أنا كبير سن هي كبيرة سن بكل ساقطة في الحي لاقطة ولا بعضهم نعوذ بالله مشرس الفقه تضع جلال أو قماش أو قفاز على يده وتسلم نعوذ بالله واليد تزني وزناها البطس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج المترف المترفة والديوث تلة كالتي لا تستحي من الله ولا تقيم شعائر الله يقولوا مدير السجن فخرج بينهم طفلة بريئة لا تعلم شيئا من الدنيا بل كانت لربما ظنت أن الإسلام جنسية ليست ديانة لا إله إلا الله كبرت الفتاة وأصبحت كأمها في السر وفي جلسة مليئة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة خمر كانت تلك الفتاة بريئة الصغيرة التي من ذانيك المترفين الأبوين البعيدين عن الله المغترين بأموالي وإذ بالفتاة بين مجموعة من الرجال وكؤوس الخمر توزعوا فشربوا إلا هي لم تشرب فقال أحد المخبورين فلانة يقصد الفتاة فلانة قد فعلت فاحشة الزنا بأمك فقامت وحملت رشاشا من أحد الموجودين ورشت القائلة وخرقت جسده فهرب الباقون كالجردان بل الفئران هربوا وبقيت هي والجنازة فجاء رجال الأمن وحملوهما ودخلت إلى السجن يقول المدير ولما دخلت إلى السجن فرأت سجدا ركعا عابدات وخائفات وتائبات ووجلات من الله خاشعات متضرعات فتابت إلى الله توبة ما ستسمعون العظيم في توبتها والأوبة لا إله إلا الله أصبحت تصلح في حال الناس في سجنها وتصوب الأثنين والخميس من أسبوعها بل ولا إله إلا الله أخذت تتجرد من دنياها والعلاقة كل العلاقة مع ربها وتتمنى لقاءه حتى أنها كانت سببا في صلاح سرطية بدل أن يكون العكس اهتدت على يديها أحد السرطيات الموجودات في السجن قالت بعض السرطيات وإنا لندفع الضوء في السجن فنجذ نورا من جهة أحد السرائر فإذا قربنا وإذ بها ساجدة راكعة يخرج الله من جسدها نورا تلك العابدة التائبة الله أكبر الله أكبر إذا رجع العبد والأمة إذا رجع لله إذا رجع لله كم من رحمة وبركة ونور وتوفير قال مدير السجن فجاء أمر تنفيذ القصاص لرقبتها فلما رأيته دارت بي الدنيا أنا لا أدري ماذا أفعل غير أني جعلت الورقة في الدرج وذهبت إلى البيت إما لإجازة أو استراحة أو غيره قلت لعل أن يأتي أمر يغير هذا الأمر أمر سام ثم من بعد ذلك مميز بتنفيذ القصاص وأخواني وأخواتي كل من صفى حبه لله لا لدعاة ولا لطلاب علم فضلاً عن فاسقين وفاسقات ومغنين ومغنيات وفاجرين وفاجرات من صفى حبه لله أراه الله عز وجل المبشرات والمنذرات والمحذرات والملبهات وأعطاه الله فراسة وفراسة المؤمن لا تخطئ ولا إله إلا الله قالت أريد مدير السجن الآن فقالوا له إن فلان تريدك الداعية في السجن قال فلما أتيت وإذ بها تسألني وتقول فلان أجبني هل جاء أمر تنفيذ القصاص بي أم لا قال فسكت قالت أتظن أني خائفة أنا لست خائفة أنا لست خائفة من الموت قال لا ولكني أريدك أن تستعدين عن جاء أمر تنفيذ القصاص قالت من قال لك من قال لك أني لم أستعد أنا مشتاقة لربي أنا منذ ثلاثة ليالي يريني ربي أني في جنات وأنهار ومقام أمين لا أريد دنياكم لا أريد دنياكم عجل ببسراء أنا تائبة عجل بكرامة الله لي القصاص تطهير ولن يرى أحد منكم ربه حتى يموت ولكن لا يقوم بالقصاص إلا أنت وسأسيك وصيتين وسائلك أمام الله إن لم تضبقهم يحاسبك الله إن لم تعمل بهما الوصية الأولى الله لا يحللك ولا يبيحك يرهر من جسمي ظفر قبل القصاص أو بعد القصاص أين المبردعات أين صاحبات العباءات أين صاحبات الموضات أين صاحبة الكأب العالي أين صاحبة التشكير أين صاحبة لبس العباءة على الأكتاب والورود والكلمات والزخرف على العباءات تائبة كانت في أحضار الفجرة فلما تابت وخافت من الله وعرفته وصدقت معه وحبته وفرَّغت حبها من أي أحد إلا منه جل جلاله وتقدَّست أسماؤه قالت لا يخرج من جسمي ظفر قبل القصاص أو بعد القصاص لا إله إلا الله والوصية الثانية أريد أن أرى الناس وأرفع يدي بين يدي الله جل جلاله وأدعو بدعوات أوصلها لوالدي واحدهما قال مدير السجن وفي تلك اللحظات رأت الناس قبل قصاصها بلحظات وإذ بها ترفعوا كفة الضراعة وتقول سبحان من جمعهم اليوم وسيحسرهم غدا رفعت يديها وقالت حسبي الله عليك ونعم الوكيل حسبي الله عليك ونعم الوكيل حسبي الله عليك ونعم الوكيل أنا مدير السجن وفي بعد القصاص وإذ بطالبات العلم والداعيات والصالحات والتقيات كلهن يتنافسن أيهن يغسلها أولا من عظيم ذاك النور الذي رأوا في جسدها وتلك الابتسامة التي تعلوم حياها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تطحون